أكدت الخارجية الفلسطينية أن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية أضفت الخارجية الفلسطينية أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني وعد تحدي إسرائيلي لقرار المحكمة الدولية وإمعانا في التدمير الممنهج للقطاع وإجبار سكانه على النزوح القصري كما أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حملة التحريد الممنهجة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالات غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروة معتبرة إياها أحكاما مسبقة وأعداما مبيتا يستهدف تصفية قضية اللاجئين وحقوقهم